أدى للمخرج أو المخرج نفسه بيؤدى بمعايير أداء معينة يبقى عني ثلاث حاجات تكوين الوحدة نفسها الوحدة زائد بعديها بيبقى فيها مخرجات كل مخرج ليه معايير أداء بيؤدى أو لتزبيط أو لأداء السليم حسب أصول الصناعة لهذا المخرج أو لهذه المهمة المخرج طبعاً إنه زائد خرج حاجة أو أنتج حاجة معينة فاللي هي المهمة اللي أنا هأديها طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض في الأدوات السلامة والصحة المهنية النهاردة إن شاء الله بعد ما اشتغلنا مع بعض أدوات السلامة والصحة المهنية الحالة اللي فاتت والعدد المستخدمة في المخرج الأولاني اللي هو الشدات الخشبية أعلى الأساسات للأعمدة اللي هي العمود المربع والعمود المستطيل والعمود الزاوية إن شاء الله هنشتغلهم مع بعض فطبعا اتكلمنا على العدد المستخدمة هنقولهم على السريع اللي هو المطرأة اللي هي بتستخدم لدأ الأمط والمصاب وكمان بتستخدم اللي هي الشاكوش ببيضة بيكون اسمها شاكوش ببيضة وبعض الناس بتسميها مطرأة أو بيستخدم مطرأة تقيلة بتاعت حداد الكريتال وقلنا كمان المطرأة اللي هي تستخدم لنجار المسلح أو الأدوم نفسه اللي هو لتخليع المسمار ودأ المسمار وقلنا طبعا عندنا كمان في ميزان الخيط وميزان الخيط طبعا بقلنا بالضبط الرأسي في ميزان المية وفي خرطوم لميزان بيسمى ميزان المية كمان وميزان المية ده بيستخدم في الضبط الأفقي والضبط الرأسي كمان طيب عندي ايه تاني اللي هو الشريط فعلا برافع عليك اللي هو يعتبر متر القياس أو شريط القياس وعرفنا طبعا بيتقسم لإيه بوصة وصنطي وطبعا احنا كلنا دارسين الكلام ده في سنة أولى في وحدة العدد والأدوات والخمات وكلنا طبعا مجتازين فيها بفضل الله ولازم تجتاز فيها عشان بالنسبة لانت تكونش دارسها في سنة أولى ما ينفعش تعدي تيجي تانية وانت مش دارس العدد والأدوات والخمات وكمان أدوات السلامة والصحة المهنية طيب من هنا مش مهندس احنا عايزين نتعرف مع بعضينا على الخمات المستخدمة في الشدات الخشبية للأعمدة في الحلقة دي ان شاء الله وكمان نتكلم بعد ما نعرف ايه هي الخمات المستخدمة في شدة الأعمدة عايزين نتعرف مع بعض في الحلقة دي على المصطلحات الموجودة في الأعمدة المصطلحات اللي موجودة فين في الأعمدة عشان لما أقول لك هاتلي حتة أستخدمها أو طفشة أو كده تبقى عارف الطفشة دي أنا هسبتها إيه هتبقى عرضة مثلا أو هتبقى خابور أو هتبقى مثلا أي حاجة من الحاجات المستخدمة فين في شدة الأعمدة فمن هنا أنا لازم أتعرف على الخمات وأتعرف كمان على المصطلحات المستخدم فيها الخمات طيب نخش مع بعض كده سالسا الخمات المستخدمة في تنفيذ الأعمدة بيقول لي رقم واحد من الخمات بيقول لي العروق من خشب الف الليري اللي هو إيه العروق دي بتستخدم في أول حاجة قائم جسر بيانضة أنهزة مائلة يبقى العروق تلوقتي عدهم معايا وكتبهم ورايا بعد إذنك يبقى العروق بتستخدم في أول حاجة القوائم الجسور البيانضات الأنهزة القوائم الجسور البيانضات الأنهزة وطبعا كل حاجة دي مصطلح وهنتعرف عليه دلوقتي ولكن إذا أنا عايزة تعرفه دلوقتي وتفهمه كويس اكتبه إيه الخامة وبتستخدم في إيه الخامة أول حاجة اللي هو العروق العروق دي مقساتها كام يا هندسة مقسات العروق دي 3 في 3 بوصة و4 في 4 بوصة و5 في 5 بوصة طيب مقساتها دي كده بالإيه؟ بالبوصة طيب بالسانتي ها 7 في 7 ونص 7 ونص في 7 ونص وكام و10 في 10 و12 ونص في 12 ونص وكام 15 في 15 بس ده مش موجود كتير وما بنستخدموش 15 في 15 و12 في ونص في 12 ونص ده ما بنستخدموش كتير في الشدات الخشبية لأنه بيبقى تقيل لكن ممكن يكون موجود عندنا ممكن يكون موجود عندنا بس بستخدم في حالات خاصة جدا اللي هي مثلا زي أننا ممكن أرفع على عرق 12 في 12 أو 15 في 15 ساري لتثبيت وينش للايه؟ لونش الخلاطة مثلا أسبتو فيه كويس عشان يبقى متين ماشي ده أستخدمه هنا أما العرق 7 في 7 7 ونص في 7 ونص بيبقى ضعيف شوية لكن هو 7 ونص في 7 ونص هو الشائع استخدامه في السوق العملية لأعمال الخرصانة في السوق لأعمال الخرصانة المسلحة وكمان عندي في القسم دايما هتلاقي نفسك بتستخدم اللي هو 7 ونص في 7 ونص أو 10 في 10 7 ونص في 7 ونص أو 10 في 10 على طول عشان يبقى خفيف عليك وخفيف للشوق طيب بالنسبة للخامة اللي بعد كده بيقول لي أدي طبعا شكل العرق اللي هو اللي أنا هاستخدمه بيكون اللي قطاع بتاعه 7 ونص في 7 ونص أو 7 أو 12 ونص في كام في 12 ونص أو 10 في 10 سنتي ده بالنسبة للعرق اللي موجود أهو اللي أنا باستخدمه في الخرصانة أو أعمال الخرصانة الخرصانة اللي بعد كده بيقول لي خشب بنتي باستخدمه كفرشاه أسفل القوائم فرشاه أسفل القوائم طبعا الخشب البنتي ده باش مهندس بيكون قطاعه 2 بوصة في 9 2 بوصة في 9 و2 بوصة في 10 و2 بوصة في 11 طبعا حسب عرض لإيه عرض البنتي نفسه أو البنتي أو البونسي اسمه في السوق زي ما تسميه أو زي ما يقول الصناعي يسميه ثلاث أسماء هم البنتي وأساسهم البنتي خشب لإيه البنتي بيكون مأساته 5 سنتي في 22 5 سنتي في 25 5 سنتي في 27 ونص و5 سنتي في 30 5 سنتي في كام في 30 وده أفضل أنواع خشب البنتي اللي هو 5 سنتي في كام في 30 بيديني براح ويديني مسافة كبيرة ولكن الأفضل لعدم الكسر وعدم الشرخ اللي هو 5 سنتي في كام في 20 5 سنتي في 20 أو 22 وده الشائع طبعا في السوق الشائع في السوق ولكن بستخدم في أي حاجة تاني بستخدم يتنين بيستخدم فين في أعمال الشادات الخشبية اللي هو خشب البنتي دوا بيستخدم أسفل الأوايم لأداء أي مهمة بتتعامل على الأرض أو بتتعامل على أرض مباشرة اللي هي التربة حتى لا يغوص القائم في التربة حتى لا يغوص القائم في التربة والخشب البنتي ده بيوزع المسافات يبقى خشب البنتي بيستخدم فيه في كفرشاه أسفل الأوايم ونتعرف عليه دلوقتي ادي شكل خشب البنطي هو بالعرض بعريض طبعا غير في الليري وغير الموسك اللي هنشوفه دلوقتي طيب هندسة فضلات اللاتزانة اللي هي باستخدمها في مثلا ضفضعة أو عرضة باستخدمها في الأعمدة باستخدمها كضفضعة أو كعرضة وطبعا شكلها بيبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده بس بتكون حسب الطول الموجود بتكون طويلة شوية عن كده أو يعني ايه شكلها بيكون طويل ولكن هي فضلات من خشب الايه من خشب اللاتزانة من خشب اللاتزانة يبقى اذا الفضلات من خشب اللاتزانة دي اللي هي كسر الخشب الصالح بيستخدم في ايه بيستخدم كعوارض وكدفاضع كعوارض وكايه كدفاضع في أعمال الأعمدة خشب المسكي بيستخدم كحطات وحزام بدن العمود حطات وحزام بدن العمود خشب المسكي بيستخدم في الأعمدة كايه يعني حطات وحزام بدن العمود والحطة هنعرفها طبعا دلوقتي خشب اللاتزانة بيستخدم لتجليد بدن العمود بيستخدم لتجليد بدن العمود وبالمناسبة خشب المسكي وخشب اللاتزانة بيكونوا طبعا يعني الخشب المسكي بيكون قد اللاتزانة مرتين مقاساته بتكون ايه خشب المسكي؟ مقاسات خشب المسكي خمسة سنتي في عشرة وخمسة سنتي في اتناشر وخمسة سنتي في خمستاشر ده خشب المسكي يعني بالبوصة 2 بوصة في 4 و 2 بوصة في 5 و 2 بوصة في 6 طب خشب اللتزانة أنا حبيت أدمجهم مع بعض عشان تتعرف على المأسين الفرق بين الاتنين إن المسكي 2 بوصة أما اللتزانة 1 بوصة في كام في 4 1 بوصة في 5 و 1 بوصة في 6 طيب بالسانتي 2 سانتي ونص في 10 2 سانتي ونص في كام في 12 ونص 2 سانتي ونص في 15 من هنا يبقى دي مأسات خشب اللتزانة وكمان مأسات خشب المسكي طيب الاتنين دول يعتبر بيستخدموا فين في أعمال الشدات الخشبية للأعمدة أما خشب اللتزانة بيستخدم في الأعمدة كحزام للعمود لبدن العمود وكحطات لبدن العمود طيب اللتزانة بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في تجليد العمود بيستخدم في تجليد بدن إيه؟ العمود يعني تجليد جوانب العمود وكمان باب العمود طيب ده شكل الجنب هو أو شكل الالواح اللي تزانة اللي موجودة عندي وكمان عليها العوارض ومهي متسبتة في باب العمود وعندي كمان المسمار اللي هو مسمار الباصة والأمط من ضمن الخمات اللي موجودة طبعا الأمط أحيانا بسميها عدة وأحيانا بسميها طبعا خامة ولكن طالما لم تذكر في العدة بتذكر فين في الخامة بيبقى مسمار باصة وأمط حديدية مسمار باصة طبعا في القرصانة المسلحة أقل مسمار باستخدمه خمسة سنتي وأكتر حاجة ستة سنتي طب ليه يا استاذ ما استخدمش تمانية عشان يزبط معايا على طول أحيانا باستخدت تمانية وعشرة بس يصلب لأداء أشياء معينة في أعمدة بتسبب بطريقة معينة اللي هي الطريقة الإسكندراني فقط لغير استخدم مسمير صلب لدقها في الخرصانة وبتكون يا تمانية يا عشرة أما لو استخدمت أنا المسمير التمانية والمسمير العشرة في خشب اللتزانة ليه ليه ما استخدمهمش؟ لو استخدمتهم يكسر اللوح نصين لأن مسمار التمانية والعشرة بيبقى مسمار إيه؟ مسمار تخين شوية والمسمار ده في الحالة دي لو تخين بيفلق اللوح مجرد ما دقوا فين؟ في قلب اللوح بيقوم فالق اللوح نصين وممكن ما استخدمش اللوح ده بعد كده إلا في حاجات بتبقى هلكة ويتحول إيه لخشب كسرة طبعا ممكن يكون صالح أو غير صالح حسب عدد المسمير لو أنت دقيت فيه مسمير كتير مش هينفع طبعا بيؤدي لهلاك هذا اللوح واللوح ده يعتبر عدة اللوح ده أنا بعده من ضمن الخامة ولكن بالنسبة لنجار المسلح وبره اللي هو المقاول نفسه يعتبر عدة عدة موجودة قدام منه عدد الألواح مجموعة الألواح دي تعتبر عدة أما احنا بنعده هنا خامة في قسمنا عشان بنخصمه على طول ويبقى عليه هالك كتير طيب القمة الحديدية بتكون أمطة وبتكون من الحديد سلاح من الحديد وشاكشين لربط جزئين مع بعض أو أيمين قايم مع جسر أو قايم مع بيانضة أو قايم مع نهيز من هنا عرفنا كده كل الخامات اللي ما أقول إيه اللي موجودة عندنا فين في القسم حلو طيب نخش بعد كده على حاجة تاني آخر حاجة اسمها خريطة للمسمور ده شكل الخريطة اللي موجودة عندنا للحفاظ طبعا على المسمور في قسم بربطها طبعا الصناعي أو الطالب بيربطها على وسطه ويحط فيها المسمور بتاعه وكمان يحط فيها يعلق فيها في مكانه لتعليق المطرقة أو الأدوم وطبعا بنحط المتر بتاعنا ياما نشبكه في الجلد اللي موجود عندنا ياما نحطه في الجيب نفسه من هنا وصلنا لنهاية شغلنا في الخامات نفسها عايزين بقى نتكلم على المصطلحات عشان نقدر نعرف المصطلح وحضرتك لما تخش المهمة نفسها وانت بتأدي المهمة تقدر عارف المهمة دي فيها مصطلحات معينة وكل الخامات اللي فاتت دي كل خامة باستخدمها في مكان بيبقى ليها مصطلح لوحده يعني لو أنا هستخدم العرق كآيم ده أقول عليه آيم ما أقولش عليه عرق طبعا أنا لو هستخدمه نايم على الأرض كده متركب على قطعتين من الطوب مثلا اسمه يا إما جسر يا إما بياندا أو بيسموه في السوق براندا ما ينفعش أقول عليه عرقه خلاص العرق اللي بيستخدم بياندا أو براندا أو جسر العرق ده اسمه آيم يبقى أقول عليه آيم على طول طب نجي تيجي مع بعض كده نعرفهم مع بعضينا ونشوف إيه هي المصطلحات الفنية المستخدمة في الأعمدة خليك معايا كده أول حاجة بيقول لي الفرشة الفرشات هي ألواح من خشب بونتي قطاع كام؟ زي ما قلنا دلوقتي اتنين في تسعة اللي هي خشب البونتي مقاس خشب البونتي اتنين في تسعة بوصة توضع أسفل القوائم الرأسية توضع أسفل القوائم الرأسية وتوضع هذه الفرشات لتوزيع الأحمال الرأسية الواقعة عليها من القوائم على سطح أكبر من الأرض على سطح إيه؟ أكبر من الأرض يبقى الفرشة ديه باش مهندس بتستخدم فين؟ قاية دي الفرشة إيه؟ القاية ما هو وهو متركب على الفرشة على طول أو متسبت على الفرشة على طول لتحت دي هي دي الفرشة البونتي اللي مقاسها خمسة سنتي في اتنين وعشرين ونص خمسة سنتي في اتنين وعشرين ونص طب بتستخدم ليه؟ لو وسيت من أسفل العرق أو أسفل الفرشة بتلاقي دي أرض بتلاقي دي تراب أو بتكون عبارة عن رمل الأرض دي لو تحط عليها الآيم دو قولة الآيم ممكن تغوص في الأرض نفسها وتسبب خلل عندي في المهمة اللي أنا هقديها تسبب خلل في المهمة الارتفاع أو في الشكل نفسه اللي أنا هقديه معايا مش هتديني مقاس مظبوط حلو طيب أباش مهندس بتعمل ايه الفرشة؟ الفرشة دي بتاخد العرق ده بتوزع الأحمال اللي واقعة من العرق على الفرشة وبتوزحها بأمان وانتظام على أكبر مساحة ممكنة على الأرض نفسها يبقى مساحة أو قولة مقطع العرق نفسه طبعا بتكون رفياعة أما الفرشة بتوزع على أكبر مساحة ممكنة على أكبر ايه؟ مساحة ممكنة ممكن واحد ياخد يعمل الفرشة دي تحت العرق الواحده يعني خشبة أو حتة متر كده وتوزع على المسافة وخلاص ماشي تمشي ولكن الأفضل بجيب عرق أو لوح يعني لوح بنتي يمسك المنشأ من أوله لآخره وحط عليه الأوايم كلها وده بيبقى أفضل حاجة وده بيبقى أفضل ايه؟ حاجة المصطلح اللي بعد كده اللي أنا ممكن أسمعه في تأدية مهمة الأعمدة اللي هو الأوايم آه أوايم دي بتسبب أو بتستخدم في تسبيت الشدة أو التأفيصة الخشبية اللي هي من العروق يبقى الأوايم بتبقى من الايه؟ من العروق أو من خشب الفليري عروق خشب الفليري قطاع 4 في 4 بوصة و5 في 5 بوصة و6 في 6 بوصة وتكون العروق دي أو الأوايم دي لازم تكون رأسية وتسبت بالأمة الحديدية بالجسور طيب في الأوايم أو الشكل بتاع الآيم نفسه بيكون بالمنظر إنت شايفه ده لازم يكون يا بش مهندس رأسي كده وبين الآيم والآيم مسافة من 80 لمتر أقصاها 80 أقصاها 80 أقصاها متر أقصاها متر ممكن تقل عن الثمانين أو توصل الثمانين ممكن تقل عن الثمانين لكن ما تزدش عن متر إلا في حالات معينة إلا في حالات معينة حلو يبقى أنا دلوقتي الأوايم المسافة بينها وبين بعضها بنخدها مسافة محورية من 80 لمتر وكمان بيكون الآيم ده آيم رأسي وكمان الآيم ده بيثبت أو يثبت عليه الجسور والبيانضات بالأمط ويكون قطاع الآيم أو مقاس الآيم ده طوله زي ما أنت عايز أي طول وحسب المهمة نفسها ولكن قطاعه بيكون كام 7.5 في 7.5 سنتي و10 في 10 أو 12.5 في 12.5 أو بالبوصة بنقول 3 في 3 بوصة و4 في 4 بوصة و5 في 5 بوصة وأحيانا بيقول 6 في 6 بوصة طيب الجسور الجسور ده طبعا أو البصطلح ده بيطلق على برضو العروق العروق ولكن بتكون لها وضع معين في الشدة الخشبية أو التأفيصة نفسها وهي عروق من خشب الفليري قطاع 4 في 4 بوصة و5 في 5 بوصة و6 في 6 بوصة 4 في 4 يعني كام 10 في 10 سنتي و5 في 5 يعني 12.5 في 12.5 بوصة و6 في 6 يعني 15 في 15 وقلنا للمرة المليون ده باستخدمه في حالات معينة وتكون الجسور دي في وضع أفقي تماما وتسبت بالأمط الحديدية وتربط مع القوائم فقط وتربط مع القوائم فقط يبقى إذن الجسور دي بتكون من القوائم من العروق الفليري زي العروق بتاعت القوائم يبقى القايم عرق فليري والجسر يا بش مهندس ما انتا قلتني انه عرق فليري برضو ده ولسه كمان البيانضة هتبقى اسمها برضو هتبقى من العروق العروق الفليري كمان طيب الجسر ده بالنسبة للبيانضة شكله عامل ازاي الجسر بيكون أفقي في وضع أفقي أما القايم بيكون في وضع رأسي والبيانضة لسه هنعرفها دلوقتي تاني كمان بتكون في وضع أفقي بتكون بطول المنشأ أو بعرض المنشأ بس بتستخدم في المهمات اللي جاية طبعا أحيانا في الأعمدة وأحيانا طبعا أو هتستخدم في الأعتاب اللي هي البيانضة يعني بتستخدم في الأسقف والأعتاب البيانضات اللي هي البرانضات بتسمى في السوق العمل البرانضات البيانضات دي أباش مهندس في السوق تبص تلاقي واحد أو في تلاقي ناس أو مثلا في بعض المدارس يقولك عليها برانضة مفيش مشكلة يبقى هو شغال في السوق الراجل ولكن المصطلح العلمي بتاعها اللي هو الأكاديمي اللي هي البيانضات تمام طيب البيانضات دي من خشب إيه قلنا من عروق إيه الفليري من كم في كم؟ أربعة برضو أربعة في أربعة بوصة اللي هي عشرة في عشرة وكمان خمسة في خمسة بوصة اللي هي اتناشة بوصة في اتناشة ونص نفس القطاع برضو اللي هو ستة في ستة بوصة اللي هو كان يعتبر خمستاشر في خمستاشر لسه تلاتة في تلاتة دا دايما بلاقيه مع الصناعية اللي شغالين في السوق أكتر حاجة اللي هو تلاتة في تلاتة أو تلاتة في أربعة اللي هي بتبقى اسمها لاطة تمام بتستخدم في سوق العمل أما هنا تلاتة في تلاتة بتبقى سبعة ونص في سبعة ونص وبتكون البيانضات دي أفقية تماما وتسبت بالقومة الحديدية وتربط أكثر من قائم وتربط أكثر من قائم حلو يبقى هنا البيانضة الفرق بينها وبين الجسر إن البيانضة بتربط أكثر من قائمين أما الجسر بيربط قائمين البيانضة لما أدي سؤاله لما أقولك الفرق بين البيانضة والجسر تقولي على طول يا باش مهندس الجسر بيربط قائمين أما البيانضة بتربط أكثر من قائمين البيانضة بتربط أكثر من إيه من قائمين طيب ايه وجه الاختلاف او وجه المقارنة بين الجسر والبياندة تقول ان البياندة بتستخدم من خشب الفليري وقطاعاته تقولها وكمان الجسر بيستخدم من خشب الفليري وقطاعاته تقولها والاختلاف بقى ان دي بتربط قائمين اما الجسر بيربط ايه يعني الجسر بيربط قائمين اما البياندة بتربط اكثر من قائمين يعني 3 او 4 او 5 طيب في كل الأحوال في السوق بيسموا اللي بيربط قائمين ممكن تلاقي ناس في السوق يسموها جسر وناس يسموه يعني برنضة وكل الأحوال في السوق 3 أو 4 أو 5 بيسموا البيانضة برنضة بيسموها برنضة وفي أحيانا أو 90% أو كل الأحوال نقدر نقول في السوق أو في المنشآت المعمرية بيستخدم البرنضة دي مش من خشب الفليري بيستخدمها من خشب اللتزانة مع الأوايم الفليري برافو عليك مع الأوايم الفليري شايف وسامع ناس بتقول ده إحنا برش مهندس فعلا بنسمع أو بنشوف في ناس بتشتغل عندكم في البيت أن استخدم الأوايم مع الألواح اللتزانة هي دي البرنضة وهي برضو ممكن الأفقية تبقى برنضة أو جسر عنده فهو بيقول عليها برنضة وأحيانا بعض الناس تقول عليها شكال ولكن الشكال المصطلح العلمي بتاعه عندنا اللي هو بيكون مايل ومن خشب اللتزانة وأحيانا بيبقى عندنا من خشب الفليري بس أوقات معينة هقولك عليها في أثناء أداء المهمات طيب نرجع مع بعض كده آدي شكل البيانضة اللي موجودة في السوق أو البرنضة اللي موجودة عندنا إهيه دي من خشب الفليري بتسبت مع الأايم أما ده صورة لخشب فليري اللي هو الآيم وخشب اللي تزانة اللي هو البرنضة اللي موجودة في السوق ومتسبتة مع الآيم بمسمار أما عندنا في الشغل الأكاديمي بتبقى اللوح ده بيبقى اسمه إيه؟ اسمه بيانضة وبيثبت من خشب الفليري طبعا كل الناس شايفاها وعارفاها كويس الأنهزة الأنهزة دي كمان من خشب الفليري ولكن ليها وضعه معين عشان أقول على العرق ده نهيز لازم يكون ليه وضعه شكل معين فين؟ في الشد الخشبية يبقى أول حاجة هنقول الأنهزة هي عروق فليري عروق من خشب الفليري قطوع 4 ف4 و5 ف5 و6 ف6 بوصة وبتكون في وضع مائل أهو ده الاختلاف هي بتكون في وضع مائل وتسبت بالأمة الحديدية وتعمل على تقوية ومتانة الشد الخشبية أو التأفيصة عن متن التأفيصة أو الشد الخشبية زي ما تقولها ما فيش أي مشكلة يبقى من هنا وضع العرق هنا مائل يبقى اسمه إيه؟ اسمه نهيز اسمه إيه؟ نهيز طب بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في وضع مائل لعمل على قوة ومتانة التأفيصة أو الشد الخشبية عن متن وإحنا بنسبته أول ما نخلص العروق الفليريها الأوايم والجسور أو البيانضات مع بعضها بعد كده نقويها نقوش التأفيصة دي بإيه؟ بالبيانضات على طول بالإيه؟ بالأنهزة على طول فمن هنا وضع الآيم أو وضع العرق ده وهو واقف على واقف رأس كده يبقى اسمه إيه؟ اسمه قائم طب وضع العرق وهو أفقي يا إما بيانضة يا إما جسر يا إما بيانضة يا إما جسر أما وضع العرق وهو مائل يا إما بيتسمى نهيز بيتسمى إيه؟ نهيز والنهيز بيتسمى نهيز ويعمل على تقويت ومتانة الشد الخشبية وطبعا كل الحاجات دي بتستخدم فين؟ في أعمال الإيه؟ أعمال الأعمدة أو شدات الخشبية للأعمدة هل فيه حاجات تاني بتستخدم فيها القوائم؟ فيه اللي انت درستها في سنة أولى لها المددات المستخدمة في عمل الميد والأواعد وشدة الخنزيرة اسمها مداد اسمها إيه؟ مداد فمن هنا عشان بس سمع حد بيكلم زميله ويقول له إحنا استخدمنا العرق السنة اللي فاتت في حاجات أي وفعلا استخدمناها في المددات وكمان ممكن في بعض الحاجات تستخدمها كشكال كشكال أو شكال مايل بيستخدم لإيه؟ لتقوية شدة معينة من الأعمدة اللي هي الشدة السوري الشدة لإيه؟ السوري وأحيانا بيستخدم للشدة السوري بدل الآيم بدل العرق بيستخدم إيه؟ لوح لتزون طيب قادي شكل إيه؟ شكل النهيزة هو وهو فعلا مايل وفي الموقع بتاعي بيكون الشكل دوت بالوضع اللي انت شايفه ده أهو مايل ويدقر لازم يكون ضائر في الأرض وأحيانا بعض الناس بتصمروا زي ما انت شايف في الفرشة اللي تحت الإيه؟ اللي تحت الآيم نفسه بيصمروا أو يسبتوه في الفرشة نفسها حتى يعني يكون قوي جدا جدا وبعض الناس بتدقروا في الأرض وتحفر له مكان في الأرض بحيث يبيت فيه ويسبتوا بالقمط لو هو عرق في الليري بيسبتوا بالقمط في كل الأوايم بتسبت بالقمط في الأوايم أما هنا بالشكل انت شايفه ده متسبت طبعا بالمسمار لأن ده الشغل برة أما الشغل الأكاديمي بتاعنا الشكل هو هو ولكن يسبت عرق في الليري عرق ايه؟ مايل من العروق في الليري لازم تكون عارف كل الأشكال طيب في مصطلح بعد كده اسمه الحطات هي من خشب الموسكي قطاع 2 في 4 بوصة و2 في 5 بوصة وتكون أفقية وتسبت بالقمط الحديدية أعلى الجسور والبيانضات وفائدتها تسبت أو تسبت بها ألواح التجليد بالمسمار الحطات بتكون من خشب الموسكي قطاع 2 في 4 و2 في 5 بوصة وتكون أفقية وتسبت بالقمط الحديدية مع مين؟ مع أعلى الجسور والبيانضات وفائدتها يسبت بها ألواح التجليد بالمسمار لو بصيت للشكل ده هي دي الحطات بتحصر قطاع العمود بتحصر ايه؟ قطاع العمود ولكن الشكل اللي انت شايفه ده هي الشدة المستخدمة فين؟ او ايه؟ الحطة المستخدمة في السوق تمام؟ بيسمى ايه الشدة دي؟ او بتسمى حطة سوري حطة ايه؟ سوري لأنها بتستخدم من خشب اللتزانة ولكن اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو الشغل الأكاديمي الشغل الأكاديمي اللي بيستخدم عندنا في المدرسة او في شغل الشهادات الخشبية لحطة المستخدمة عندي في يعني الورشة بتاعتي بتكون من خشب الموسكي بتكون من خشب ايه؟ الموسكي اللي هو قطاع 2 بوصة في كام؟ 2 بوصة في 4 و 2 بوصة في 5 ليه؟ عشان تكون سمكها 5 سنتي في 10 او 5 سنتي في 12 سنتي ونص طيب اللي احنا شفناها دلوقتي دي ايه؟ دي شدة سوري بتستخدم لعمل الاعمدة بس الحطة بتكون من خشب الاتزانة اللي هو الاتزانة اللي هو 1 في 4 و 1 في 5 و 1 في 6 طيب يا بوصة دي تنفع؟ اه دي تنفع في نظامها في السوق ولكن احنا شغلنا في ورشتنا شغل أكاديمي لازم تعرف الحطة المستخدمة في شغل الأكاديمي اللي هو شغل اللي احنا بندرسه او نشتغله في الكتاب وتتعرف على شغلك في السوق برضو الشغل في السوق هو هو الشغل اللي انت بتشتغله في القسم بتاعك او القسم العملي ولكن الاختلاف ان بره اكتر حاجة اللي هو استخدام الاخشاب اللاتزانة او استخدام خشب اللاتزانة والعروق الفليري ضئيل جدا او ضعيف جدا استخدام الموسكي واحيانا بيستخدموا الموسكي كفرشاة كمان بدل خشب البنطي واحيانا بيستخدموه كعرقات للشدات المعدنية فالموسكي في السوق بتلاقيه يعني احيانا بيكون ضعيف جدا اننا استخدموه كحطة لخشب الايه او للعمود نفسه عشان لما تشوفها في السوق تقول ان احنا برضو تكلمنا عليها ولازم انت في طالب الجدرات تكون عارف ايه شغلك في يعني الشغل الاكاديمي في المدرسة وشغلك برا بيبقى شكله ايه لازم تبحث محور او شغلك انت كراجل طالب في منظومة الجدرات لازم تتحرك انت ومحور العمل عليك انت كطالب اما زمان كان المحور على المدرس يديك شوية معلومات تحطهم في دماغك يا حفزتهم يا ما حفزتهمش يا جايلك خط 50% 40% 60% 70% وبتعدي وخلاص لا ده ما ينفعش هنا لازم تأدي المهمة بطريقة محترمة جدا حسب معايير الاداء اللي هي موجودة عندك في دليل الطالب ودليل المعلم كمان وتأديها حسب اصول الصناعة اللي هي معايير الايه معايير الاداء طيب او استاذ يبقى انا دلوقتي اتكلمنا وعرفنا ايه هي الحطة اللي مستخدمة في الموقع عندي او في القسم اللي هي خشب المسكي وكمان اللي في السوق ممكن تستخدم خشب الايه خشب لتزانة ولكن الحطة اللي انا عايز اعرفه هي تحصر قطاع العمود تاني تحصر قطاع العمود يعني بتحدد قطاع الايه العمود يعني لازم ما يكونش في بينها وبين الحطة التانية الهوى لازم يكون المقاس مظبوط جدا جدا مع ترك وعمل او مراعاة وضع لوح التجليد يعني قطاع العمود اللي هو لو اربعة اربعين فاربعين يبقى خمسة واربعين في خمسة واربعين لو خمسة وعشرين في خمسة وعشرين بين الحطة والحطة ازود على طول خمسة سنت اتنين ونصف لوح لتزانة واثنين سنت ونصف منحة التانية تجليد الايه العمود اللي هي كان يعتبر الخمسة وعشرين في خمسة وعشرين تلاتين في تلاتين تلاتين في ايه في تلاتين يبقى مع مراعاة يبقى الحطة تحصر قطاع العمود مع مراعاة ترك مسافة الايه الواح التجليد من خشب اللتزانة تمام يبقى لازم تخلي بالك من حاجات دي كويس جدا جدا طيب الواح التزانة او الواح التجليد اللي هي من خشب اللتزانة برضو من الواح من خشب اللتزانة او قطاع واحد فاربعة بوصة واحد فخمسة بوصة وتثبت بالمسمار في الحطات وهي ايه العبوة او الفرمة التي تحدد قطاع العمود ده شكل يعني ايه شكلها من يعني منظرها او اللوح ده نفسه اللي هو يعتبر يعني الدخيل اللي هو ابيض شوي ده هو يعتبر هو ده الخشب بتاع الواح التجليد الواح التجليد زي ما قلنا دوله زي ما انت شفتها من خشب الايه من خشب اللتزانة اللي هو قطاعه واحد فاربعة واحد في خمسة واحد في ستة ممكن يبقى تلات اشكال دول موجودين عندي في الموقع ودول اساسا ما باستغناش عنهم في الموقع وافضل نجار لو انت بسيت على شغل النجار مثلا المقاول بتاع الشدات او بتاع القرصانات بره في السوق افضل نجار اللي تلاقي عنده اللي هو الواحد في اربعة والواحد في خمسة والواحد في ستة اللي هو الخشب اللي تظن يكون متفاوت المقاسات ليه حتى احيانا برضو تلاقي صنايعي معاه واحد في كام في اتنين واحد في اتنين يعني اللوح اتنين صنط ونص في خمسة اه موجود بيبقى شقه او جايبه ولكن العالمي المقاس العالمي اللي هو الواحد في اربعة واحد في خمسة واحد في كام واحد في ستة حلو فطيب احنا من هنا ليه بيعملوا مقاسات كده على اساس ان انا عندي المسافات باجي ارص الخشب بتاعي ارص الخشب لو فاضل مسافة اتناشر ونص احط لها لوح اتناشر ونص لو فاضل مسافة مثلا في نهاية البكية او نهاية اللوح او نهاية تجليد نفسه للعمود اه خمستاشر سنتي اجيب لها لوح خمستاشر ايه خمستاشر سنتي فمن هنا تفاوت المقاسات مطلوب جدا جدا في عدة المجار المسلح بالذات اللي هو المقاول اللي الشغال فين اللي الشغال في السوق وكمان في الشغل الاكاديمي داخل الايه القسم الخرصانة اللي موجود عندنا في الجدرات طيب بعد كده بنخش على حزام بدن العمود هو من ايه من خشب مسكي من خشب الايه المسكي خطاع اتنين فاربعة وبوصة واثنين في خمسة ويوضع على سيفه ويثبت بالقومة الحديدية ويوضع بمنتصف العمود على التجليد وفائدته تقوية بدن العمود اللي هو الواح اللي تزونه تقوية بدن العمود اللي هي ايه الواح الايه اللي تزونه ده الخشب اللي موجود عندي دوا اللي هو خشب مسكي لتقوية اللي هو ايه تقوية بدن العمود اللي هو اسمه حزام العمود حزام الايه العمود اللي هو موجود عندي على مسافة بتتراوح من 30 ل 50 ولا تزيد عن 50 سنتي ولا تزيد عن 50 سنتي إلا في أحوال معينة يعني صب الخرصانة حسب صب الخرصانة حتى تعمل على قوة ومتانة بدن العمود للمسافة بين الحزام والحزام دي بتكون ضعيفة كل ما يكون عندي صب الخرصانة بالبامب مثلا بقل المسافة ممكن نخليها 20 أو 30 أو 25 أو 35 حسب قوة الخرصانة أو صب الخرصانة عندي أما لو هي بتتصب بالأصعى ممكن توصل 50 سنتي لفيش مشكلة مع وضع الماء أثناء الصب يبقى دي الحزام اللي هو من خشب المسكي ويثبت بالأمط وبيحصر قطاع العمود زي الحط بالزبط ولكن بيعمل ايه بيعمل على قوة ومتانة بدن العمود بين الحطات بقول لي هنا برضو في العمود ده بنستخدم العوارض العوارض ديه باش مهندس بتكون من خشب الكسر خشب الكسر الايه الصالح خشب الكسر الصالح لو خشب اللتزانة الصالح لتجميع باب العمود بالمسمار وتثبيت كل 50 سنتي أو تثبت العرضة نفسها كل ايه كل 50 سنتي يبقى إذن العرضة دي بتبقى من خشب كسر الصالح وأحيانا بتكون من قطع اللتزانة بيسموها في السوق ربع لتزانة ربع يعني فضل من خشب اللتزانة فضل من خشب الايه اللتزانة يعني حتة صغيرة كده طولها بيكون حسب طول أو حسب عرض الجنب نفسه حسب عرض الجنب نفسه تمام عرض 50 يبقى طول القطعة لازم يكون 50 ممكن تكون من خشب الكسر الجامد يعني اللي هو صالح للاستعمال وممكن تكون من قطع الربع المستخدمة اللي هي حتة لتزانة كاملة ما فيش مشكلة دي اسمها عرضة ودي اسمها عرضة مقاسات العرضة ايه سواء لتزانة قطعة لتزانة كاملة او كسر صالح للاستخدام مقاساتها بين العرضة والعرضة بتكون مسافة محورية 50 سنتي مسافة محورية 50 سنتي لا تتعدى الايه ال 50 سنتي تقل او تقل لكن ما تزدش عن 50 ايه 50 سنتي عشان هي اللي بتمسك جنب الايه جنب العمود زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت في ان هي اللي بتمسك جنب الايه الميدة او جنب الاعدة وبتعمل على تقويتها كمان ويسبت عليها السنة اللي فاتت بنسبت عليها لوح الايه التدكيم والتشكيل فمن هنا بعمل بيها بدن الايه العمود اللي هو باب العمود وبعد كده زنق بحطة زن باب الايه العمود خلي بالك معاي بعد كده بيقولي المصطلح اللي بعد كده وده اهم حاجة طبعا عندي في الشدة وناس كتير بتمساها اللي هو ضفضعة او الضفضعة المستخدمة هي نوعان حديدية او خشب خشبية من كسر خشب لتزانة نتكلم عن الخشبية اللي هي خشب كسر لتزانة وتسبت على القوائم الرأسية بالمسمار فين بقى اسفل البيانضات بالدور العلوي يبقى مش تسبت على الدور السفل انا الدور السفل على الارض او على قطعة من الايه من الطوب يبقى بتسبت اسفل البيانضات بالدور العلوي بيانضات الطولية والعرضية طبعا هي بتتسبت على البيانضات الطولية اسفل البيانضات الطولية وكمان اسفل العرقات المسكي لعدم هبوطها عن المنسوب المطلوب انا بستخدم الايه بستخدم الضفضاعة دي ليه بستخدم الضفضاعة على اساس ان انا يعني ابدأ ان انا دلوقتي عملت الطابق العلوي ليه الطابق العلوي ليه يعني الجسور او البيانضات فببدأ البيانضة الطولية او الجسر الطولي اسبت تحت منه حتة من الخشب على الايم بحيث ما تهبطش او ما يهبطش الجسر او ما يهبطش البيانضة اسناء الايه العمل وبتكون من خشب اللتزانة وبتتسبت على الايم بالمسمار من خشب اللتزانة قطع كسر صالح من خشب اللتزانة ويثبت بالمسمار ومن هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وطبعا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم مع بعض على خطوات العمل للأعمدة وهننفذ الأعمدة مع بعضنا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية عملي بإذن الله في الموقع وأثناء الشغل قدام طبعا الكاميرا وإلى اللقاء في حلقات أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر